هههههه هههه الان تغلب السلام عليكم تشتريه톯 حان فان رجالي وعلىية عرض هاي وهانت اسمي كئه طيب معاها عرض طاني تشتريه POLAT dual وضع لها ايضا احترم نفسي ان تحترم نفسك كده انا ابتنعوني اتنتعلم ايه الرواءان مردلع اللي انت فيه ده فينك يا عمران بيت تجي تشوف بقولك ايه ما تجيب ليش سرته بقى انا مش عايز اتجوزه خلاص لا يا شيخ امم الايه مود ان احنا حلي انت فيه ما بيسألش فيه خالص يا كاميليا يعاني معلز خدت الدواء لا ليه كده مش عايز ااخد الدواء انا خلاص زهقت وبعدين في الاخر انا عرفت ان اللي عندي ده وامري ما هنخف منه ملوش اصلا علاج انا بس محملة بابا عبه على الفاضي اولا انت مش محملة بابا عبه ثانين طالما مش هنخف يبقى نصحه يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هم يتطمن علينا واحنا نتطمن علينا كاميليا بقولك يا سبيني بقى عشان خاطر مش عايز ااخد الدواء انا كيفة ان انا اتراهب من وابعد عن كل الناس كنت عملت كده واخلصت بقى بالزمة ده اسمه كلام لما الجمال ده كله يترهبن ويبعد عن الناس وما المين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال انا بجد خايفة انت مش فاهم انا خايفة ايه خايفة خلي في عيال زي والله كل يوم بخايفة انزل اتجيلي الحالة وانا في الشارع ما عشان ما تجلناش الحالة واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدواء كاميليا انا بجد زهقت انت مش فاهمة انا حسة بايه انا حسة ان كل يوم في مليون واحد بيصرخ في دماغي طول الوقت انا مش عارفة انا عملتي عشان يحصل لي كل ده انا بجد ما عرفش ما عرفش انا بجد شاي انا بجد من عشان يوم بجد كتا انا بجد شاي انا بجد شاي انا بجد شاي هتكسر الباب هتكسر الباب انت تاير ايه يا والا؟ هتكسر الباب فيه يا أمّا كنت فين؟ بني صعبة خبط على الباب هاكون فيني يعني؟ قاعدة متهببة مستلية المعدول المعدول ده بقى اللي هو أنا ها؟ ايه يا أخي أنت كتك واكسة اللي عمرك ما فرحتني على طول إيد واره وإيد قدام فاضية عمرك ما جبتلي حاجة نلسى حس أني مخلفها راجل ايه؟ ايه ده سيدة؟ ولا فيه ايه؟ أنا مناخلي ما تكذبش أبدا أنا شامي مريح كباب وكفتة في البيت ده ايو ولا الجران الجران من الصبح مش رحمين حد مش عاملين حساب الناس جران علي أنا برضه سيدة ايه الجران اقطع دراعي لمكان كباب وكفتة في البيت ده لأن تrios عبدات عند عادة ايه اللي جابك؟ نه عادل مين والناس ناي مين يا حادة انا مش قولت حبيت عند عادة؟ ليه انت يکكك يا كباب هنا! أنت بتعمل ايه؟ مادارد على الكباب والكفتة يا حادة التباقب اهو بتشتغلين انا سيدة الكلباب والكفتة هم بتخب على ابنك سبعين كفتة والحيطة لحمة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم ما هو أكبر طول عمر اقول الشقة دي مسكونة احنا لازم نعزب مسكونة مسكونة شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكلة عادة انت بتعمل ايه باكر ادعاه طب ده عشر النهاردة وغده بكره طب اقول دي بس انا عزك بالموضوع مهم يا عوضي أنا مسافر مسافر يا أخويا والقلب دعيلة كده هو؟ من غير ما تقولي لي رايح في نداهية؟ رايح في نداهية رايح إيطانيا هم طالبين بقر هناك؟ يوم أنا بتكلم بجلد مش بهزر هتسافر إزاي يعني؟ اتفقت مع بلح بلح النصاب؟ وده هتدقوا ده؟ ده كذبوا نصاب يا والا أعمل يا أمه لكن لازم شوف لي سكة أخرج بيعمل فقر اللي أنا فيه ده طب ما تسيبك من كاميليا بيت سمية الفقرية وتجاوز بالتزنب اللي بتلعب بالفلوس لعب يا مش كاميليا دي تبقى من تخوكي برضو ولا الغلطة؟ لا بيت سمية الفقرية اللي جايبها لنا الفقر ربنا هيخدها زيادة ما هو خيدها قال لا زعلان عليها قوي طب انت عارف ان كاميليا دي شؤم؟ بعد ما اتجوزت بسنة جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقة يعني لو كنت اتجوزتها انت كان زمانك مدفون مكانه قولك يا أمه فوقي بقى من الكلام ده أنا بجد مسافر وقلت اقولك عشان يبقى عندك علم يا ابني، يا ابني استاهد بالله واخد وبك يا ربنا هيفرجها بس اقول يا رب ما انا عمال اقول يا رب طول عمري عمال اقول يا رب ما فيش حاجة بتحصل اهو ما زدعت ربنا سمع مني وهسافر ان شاء الله وهتتفع فلوس بقى لحامنان باب ياخد فلوس قد كده على قلبه عدل هاتفع لي وابعد كده انا بقى اتفع له من فلوس الشغل هناك اتلب المتعوت على خيب الراجة وعدل هيتفع لك ويتفع له منين يا خاية هنتصرف يا أم هنتصرف طب يلا اقول اقول مرح فيه بس خلاص كده اقول ايه هو ده انه خلاص انا لسه مش بعتش لأ يلا يا واب ده لسه بكرة لا احنا في النهاردة مش هو بكرة عزة؟ هو انت واقل وحدك طب خذ يقولي معي حلوة جميلة التعجيبك ايه؟ بقولك يا ابا عزيز بتقدم في الشغل تاعت الاسكال الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في الهزار يمكن القرعة تجيلك وتاخدش ااخد بالاستة على عشرين سنة اه جبال حق ده من عمرك اشيز حكاة الاسكال الاسكال عندكم بنات بجهزهم دلوقتي عايزة تتشور عايزة تجهز عالم وانا بقولك عشان البنات يمكن الشقة دي تطلع نصيب بنت من السبع بنات اللي عندك انا عندي ستة بس انت عاد غالط لا لا ستة ما عايت نعيشها مع امها وبوزر معها بباتي برستها ومورها معاها اه تبقيت مديرة كبيرة يا الله تلك الكنبي دي بقالي سنتين بشوفتها بش كده امه يا المهويات هي اللي محرج عليها انها هتدي لك وتتصل بيك امه 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 يا اخي مش عابل كده اخ زورة بولة مش عارف والله لا اطوعك والله اطوع قلبي اه مش تطوع ان انا طبعا البنات بيشتاول ابوه والبت مهما بعدت بتحن الحضنة ابوه اسمع مين انا احني من ترايك ان انا اللي روح اشوفها اه طبعا يا اخي الا بنتك ومن حقك تشوفها مش كفاية سبتها لها فبعدين عايز اقولك على حاجة انت المخروض السيطة دي ما كنتش تتجوزها من الاساس امه كل اشياء نصيب يا علي بعيد في الفاتح وصان العقل بعدين يا خلاص اختارته مسعيدة في حياتها واضح الحمد لله عركة انت ما عندكش عد غلطان خالص ماشي ماشي اعملي اللي اجيبك يا عزيزة انا صلمت فيك ايه ما خلاص اه اه انا 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 هأتقوم دي روح اشوف البي ايه انا 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 هأتقوم دي روح اشوف البي ازكا كريم يا ابن الكريم ازكا خليلة عم بقى ايه؟ نحمد ربنا خد السبحة دي آآ خليلة تربع عندي دكانك سبح من بيك بس دي مش أي سبح دي من مكة تاخد هتسبح لللي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك علي الصلاة والصلاة شكراً كتر خيرك خد سبح إنها متكرين يا سي النبي ما هتورد على جنة أنا اللي مش عورد على جنة الله إنت لا هتوردي على جنة ولا على أنا ورا أصلا مرة صدق فالآخر تطلع الست دي أغلى مني ومنك روح روح أنا عرسي شوف عتعمل أيه؟ يلا روح روح تك على الله دعا سوا يا را سلام يا سيدي إيه اخد بعض أكرروا رعلا فيها لا ده أنا راح مشار صغير لغاية أول الشرع كده ورجع بطرور أنا سمعت إنك كاليومين دول لازل عند بلح ماذا الحكاية؟ لا.. بنقضي واجب بنقضي وقت أحمد كناوي تخلع تشايف اللي بيموتوا في عرض البحر لا خلي بحر ايه اخلع ايه انا مفيش كلام مندي على كل حال انا كلمتلك المدير عندي فيش لا خلي الله يخليك لا مدير ولا حزنون لا انا مش عايزة اشتغل في وظيفة حكومية انت عارف اخلي الوظيفة الحكومية دي يعني يعني ايه وانا زي المقبارة انا ودخلتها من هنا مش اخرج منها انا 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 مقصودش حاجة خيال انا اسف انا بس انا بس اعايز وليعني ان انا مش عايزة ضاية عمري واصلح حكمية دي ايقولي يعمل كده وده يقولي متعملش كده واخر الشخر اخدلي ملالين لا اكلوني ولا يكسوني ولا انا غلطة دي خالي لا لك حاجة لك حاجة انا اسف خالي هو مقصدش لا ياا حبيبي لا لا مش عجحة مش عجحة مش غالي مش هسابها شكرا شكرا عبد أحمد بوافق هو صديق هتفضلي قاعدة كده قدام المرية لحد أمدا وانت إيه اللي من باقيك يا مونة؟ خايفة عليك تتجنني مخك يتلحس لا يا حيوتي ما تخافيش عليّ اللي بتجنن ده اللي ما بيعرفش يبص للمراية إنما بقى يا باخت اللي مرايته بتحبه تصدق إنك بايخة وقلت الزوق؟ بقولك إيه؟ أنا مزاجي عنب ومش طالبة معايا واحدة زي كتبوزهولي إيه مزاجي عنب دي؟ ما تنقي ألفاظك؟ إيه؟ واحدة جاية من الشرع؟ بقولك يا بنتي أنت بنت معقدة ومستفزة أنا مش عايز أتكلم معيك كتير بروحي شوفي حد غير تكلم معي خلاص؟ تصدقي بالله أنا غلطانة أنا جيت لك أصلاً ما تغلطيش تانيه مستفزة حالو؟ أنا أسلي يا تسجل آية عليك زائيك أنا بس حبيت أتكلمك عشان أشكرك لا لا تمام أنا هجي طبعاً بكرة تقلعش باي باي أختي ماروة دي هتتحبل من كترة عادتها قدام المراي ملكيش دعوة بيها هو إيه اللي مليش دعوة بيها دي وإحنا بش أخوات وعايشين في بيت واحد وانا انت عايزة إيه هاتي من الآخر زي في عميش الهيسة دي كلها وقلبة الوش دي غير ما تكوني عايزة حاجة يا بنتي أنا صعبان علي بس فلوسها اللي عملة تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وجهها أنا مش معاكي خلص يا كامالية في اللي انتي بتقولي ده ده حقك ولازم تقديمي الحباب يعنيهم يعني يا روح أمسك في خناء الناس خناء ليه؟ هو ده مش حق والله العظيم أنا مش فاهمة يعني الله يرحمه كانج وزكو دي شقته وإنتي ليك حق فيها يعني إيه المشكلة لما الأمور تتصفى أنا لو منك هقلب الدني ليش؟ انتو بقى اللي ناسيين إن الشقق دي في بيت عائلة وأنا مخلفتش يعني هم ليهم حق فيها في الآخر بقى روح أمسك في خناء الناس عشان تكمل ليه من اللي ليه؟ والنبي لو مليه واحد حقك يا كامالية ولازم تقديمي ده إيه الهم ده؟ أقولك على حاجة يا كامالية بس ما تزعليش مني؟ نحزعل منك ليه بقى إن شاء الله؟ أه بصراحة متي كده غلطانة للمتجوزتيه من الأول ماشي يا خدي وليلي بقى هو أنت يعني كنتي بتحبيه قابل الجواز قصدي؟ قابل الجواز ما حبيتهوش لكن بعد الجواز تقدري تقولي يعني حبيته بس مش قوي بس كنت باحترم وعشان كده مش عايزة أزعر الأهل وإيه دخل الكره والحب بالحق يا كامالي؟ يعني هو فعلاً ممكن الحب ييجي بعد الجواز؟ طبعاً زي ما في كتير بيحبوا بعض قابل الجواز وبعد الجواز يكرهوا بعض موت أنا عن نفسي مش هتجوز واحد إلا وإنا بحبه جداً ولازم أعمل نفسي معاه يعني إيه؟ يعني لازم يعرف إنه لو زعاني هيكاعة دم قلبه وهيروح فستين له ماشي خاتني إيه ليه هو ده يبقى حب يا قدي اسمها حرب أنت يا بيت متعقدة من اللي بيحصل لي؟ لا خالص، أنت بس صعبان علي صعبان عليك ليه يا أختي؟ أنا كويسة هو زي الفرق بقولك يا كامالي يعني أتي زي عبيتي بعد الجواز؟ يعني هو عمل إيه بالزبط عشان يخليك تحبيه؟ ممممم انت أم أنا بقى والله أم يفضل يلغي كده حتتخني وتم تأقدي كده جي ولا حدي كان طيب يعني هو في حد بيحب حد بس عشان هو طيبة كامالي أنا أنا من أول يوم حسيت أنه هو عارف أني مش راضي عن جوازي بيه يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر خب لكن عمره ما قال لي كلمة دايق بالعكس كل مرة كان بيدميني فيها كنت بشوف فعني أمل أمل أني أتغير وأبقى معاه بعقلي وقلبي قبل ما تكون معاه كزوجة أي تاني؟ خلني أتكسف من نفسي من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه كان بيدافع عنه كان طول الوقت بيفكر فيه وخايف علي حتى وهو تعبينه لكن عمره كان قصير بس هي الدنيا كده دايماً بتاخد اللي منحس بقيمتهم متأخر يا 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 انت عارف يا كمية أنا نفسي أحب بقى انت عارفة أني في ناس ما بتعرفش تحب لا فهمتي بقى هتفهمي يا قدي تستعجلة كله حي على حي بتقليش بستين دا يا انت فكرني همسك فيك وقولك أقعد ما تسبنيش لا يا أخوي أخدت منك ايه؟ روح انت بس أعد تاكل وتشرب وتربي في لح عارف؟ أنا أكثر وراك قل لا أكثر وراك زير يا ريتني يا ريتني كنت جوستك بنت سمية كنت انت روحت بدل الوقت الغلبان اللي راح هاضر دا انت عارف يا لا؟ حصرت ما عاش علي أنا بس بدل مصرفه على اثنين هجيب لي نفس اللي أنا عايزاه بكرة همسل أجيب بكرة ليه؟ دا يا أخوي من دلوقتي همسل أجيب لي جلبية وغير عفش البيت كله انت طالع لأبوك كان قناني سابني الوحدي برضو ما قدوا سابني الوحدي في الدنيا يا وضعت يا وضعت نتعكز على بعض ما تسيبنيش كده يا أما فهميني حاول تفهميني أنا متأكدة ان كلها شهر واحد وأرجع أخذك على إيطاليا إيطاليا يا أما إيطاليا تاخد ايه؟ دا اللي بيروح بيرجع اللي بيروح ما بيرجعش البحر عالي يا ابني انت عايز نبقى زي خليلة أبقى مشي مخجولة اشتم في البحر وفي الناس وفي الدنيا خليلة مين يا أما خليلة مين؟ انت عارفة كويس إن أنا حاجة وابني خليلة حاجة تاني خالص بابنها كان عايز يعدي برضو راح مرجعش انت طالع لعوض أبوك كان بيسيبني كده برضو هو عايش كان يروح إسكندرية ويسيبني هنا كان يروح يعود على القهوة يضحك وينبسط مع صحابه ويسيبننا للأم هنا ياما خلاص باب هاشكل تاني أنا مسافر يعني مسافر استنى يا والد ادعيلي بقى بدل التعظيم اللي بتعطموني ده يا والد استنى بستين بستين سلام أهم حاجة بالليل تكون يمسك تفاورك كل حاجة تمام ولو أقول تمام عشان نتخلص على طول أوكي سامح بيه أهلاً مش تقول انك هنا أهلاً أهلاً إزيك؟ انت ماشي ولا إيه؟ أقول الأسف لو عرف نسيارتك موجودة كنت جيت سلمت عليك لا أنا كمان ماشي لو فيها اللي تزوق توصلني عربيتي في السيارة أه طبعاً ده شيء يسعدني يلاً مامي أنا بس كنت عايزة أتكلم معيك وأنا كمان يا روحي بس عندي مشوار وبيني وبينك ما صدقت ألاقي توصيل بايا روح يلاً 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 مالك يا عم مكلتم كده ليه؟ هتبقى حلو هتبقى حلو والله العظيم صدقت أسمع مننا شغالينا يا عم أي حاجة كده تصحينا بدل ما إحنا نايمين منك كده موسيقى مات يالله يا بابا شد شوية سرعة عاوزين نخلص بقى نخلص من العالم دي بقى ايوة باشا الله انت نسيتنا ولا إيه؟ ايوة باشا نصيرنا الحمد لله نعم؟ ها ساعة الزمن ونكون عندك حوكيشن؟ سلام قد عمري بالليالي وتاه وقاه 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 موسيقى موسيقى ايوة باشا ها انت فاكرة بس ان احنا لعيدين نشتغل طب تفتكري نشتغل بتنتي بش قلتلي ان انت كلمت استاذ لقيا برح وقالك ان احنا تمام؟ نعم ايا بس انا عايز انزلي قابلني طب ومنزلتش قابلتيني كان زمنها شغالين دلوقتي بابحبش انزل قابل حد دي ماعرفوش يا مروة كنت كلمتين ان كنت انزلت معيك ماعرفش باك انت خايفة حنين اخوف ايوها بلقي قولي يا رب بس ومو ان شاء الله هيعدي العملة دي ان شاء الله مروة عبدالعزيز انا 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 صدالي الجراع ممتولي احنا هنعضي اقوالح ولا ايه مافيش هوفوف كده اخواتك خارمانينا جدع هوفوف هالن الهوفوف انت في ارض الهوفوف اه ادينا ايه حاجة جدا قلت ايه تحبزت له ايه اه اه مش اعلا مينة جده اليهاد Armenia اقد كن شواة شاي امسكة امسك تمام تمام الايينار عليك اه متولي اه باعد اللي انا اقلتو ده هايزين نرجع ولا ورجعت اقول ايه اطراه انت لازم ترجع متولي أمك تعبانة قوي نفسها تشوفك يا أم أنا مرتاح هنا أم أبسوط هنا الستة هتموت يا جدع عليك بيقولك بيقولك أمك تعبانة هتموت نمسك وبعدين كنا بلح عامل معك بلح أداب نشاطين جابنا هنا ورمانا الواحد اسمه الأبطان والأبطان ده سيدي خدنا وقعد يمطوح فينا يمين وشمال حبسنا مفيش مية مفيش أكل مفيش شرب ولا هفف هفف ايه يا جدع بيقولك مفيش ماء شرب بقى فيه هفف هفف بس بتي مننا بقى الناس ماتت الناس هربت سترار وأنا ملقيت الناس بتهرب روحت عربرب بعيهم لقيت شوية ناس قاعدين اتعرفت عليهم عرفت أنهم متكلف الكل واشتغلت معاهم طب وآه شنا هو ترجع؟ أرجع ديه؟ أرجع لأمي؟ يا عم أنا مبسوط هنا وبعدين أرجع لأمي شهلة أمي ما خلي فراجل تسند عليه أروح أنا اللي أسند عليها لا هو ترجع عليه صحيح ما انتهى الأشياء بقت معدن هو بقت واحد منهم ولابس وتمام وفل الفل ولا معدن ولا ليلى يا عمي اللي انت شغال هنا أمي شغال في التقريب التقريب ايه يعني مخدرات؟ لا أما السلاح يا ريت أما اللي يعني بتغرب ايه كتاكيت؟ هيا شنغلت ولا ايه؟ قال ايه كتاكيت يا عمي ما؟ ما رب من قدمي؟ من قدمين؟ لا 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 بقولك ايه؟ اللي قد ابن حلال وشغال تجارة حلال يا عمي يلا بينا من هنا يا عمي يا عمي فاعم تولي انت شغال مع مين بزبط هم تولي بص يا عمي أنا شغال مع ناس تقريبا في البلد تقيلة قوي بكلمة منهم ممكن يخليه البن قدم ده فوق وبكلمة تانية ممكن يحطوه تحت النار دي لا ها راجل اهو ربنا طيب بقولك يا عمي تولي ها ناس بت الناس تقيلة قوي دول أنا أخوك أحمد منايش في السكة دي فا كنا طلبين منك طلب بس قولك بحثين على الفجر كده نكون في مصر في وسط أهالينا خلصانة هتروح مش جايلك وفوف يبقى هتروح حبيبي حبيبي ثانية واحدة أمهم قلنا قليلكم احنا قرين والله العظيم لو في واحدة تانية هوفوف بسا شاحنة اتنين ها بقولك شغال مع ناس تقيلة في البلد اه انت تانية أنا عارف انبص انت ايه مش هتسيبنا أحمد غير ما يبقى في الكلبهوش أنا عارف انا بقولك ايه فضل قولي ايه ايه الفكرة الشيطانية اللي جات لك دلوقتي عايز انت امن بلحة طب ما احنا قفاشنا الفلوس الصبح وحقنا رجع ليهنا عايزة تاني لا مش دي كل الفلوس اللي معك بلحة انا انا واخلي على البلاطة لازم انت امنه طب هنعرف بقى يجيب فلوس منين تاني ولا هندور عليه فين وده دي ما كان شيل في فلوس يعني اكيد مش هالفوسه في البنك لازم يا بلحة ده نشيل الفلوس في بيته وماله نجيب الفلوس ونشوف اخرتها ايه بس انا عاسلك سؤال يا بحمد ارغي الفلوس دي بقى ما انا اخدها كلها حلال في جلو اتكامني في حلال وحروم عدل قمنا مع عدل قمنا مش نقصاء وهات السجرة دي سيبنا انا فكر هعمل ايه ولك يا اده عدل ايه تلفت حوليك ايه في ايه سالولا انا اي هتعمل ايه متلاكش يا أم أحمد أميني انت بس ولكش فيه أم أخريت هنبقى حرومة يا كامل لا تخافشي أنا لازم ربيت ملكا ليش عارف أخريت هم عاكين طيبا لا تعال عادي تعال وطورا أم أم انت هتعمل هنا ولكش فيه نطورا يا لا أما هم يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي أحمد! 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 والمصر دين دين أرى جاءك! شوفت؟ أنا أيه لك أن حويت؟ مش ممكن بالوقت دا خطر ذوما الخلح دى غرفة نفسها! دكرة تعدي علاية الف Fillersة! من النجمة! فاهم؟ جلالا! معلّ مبالح rebellique! أحمد! another mazhaf! أحمد! سافر ميت؟ أنا معرفش عنه حالي، ومش عايز أعرف كمان ولو كان مات، يبقى ربنا رحمه مني اوكيشن؟ إيش يا معلم بالحك؟ مصبح على خير يا معلم بالحك من تقالب؟ يا معلم بالحرمي يا معلم بالحرمية يا معلمGood يا學م أموًّهم! يا حرّميّة... يا حرّميّة... يا حرّميّة... إيوه يا عبّيّة! يا حرّمّيّة يا حرّميّة! حبّل لي يا عبدالكالب أ قمت به؟ اعجبك يا لاوي يا لاوي بس يا لاوي سكوتي سكوتي هقولك ايه؟ خاص لو سكتتي ها؟ هقولك ايه لك مطلق فين ماشي؟ ماشي؟ هاض هاض هو ابني عايش ابني عايش شفته؟ عايش اخرط ليه لو شفته بعنايل اتنين دول بس بقى ايه؟ بلحة؟ بلحة هو اللي رميه صحي حبيبي؟ اه بلحة انا اعايز ارمينا بس انا قلبي كان حاسس قلبي كان حاسس ان ابني عايش وقلبي الأمم لا يجدبش ابدا حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني ببا بابا بابا بوليك ايه؟ نا نا انا الشنطة دي اه اعايز اخبيها ماشي؟ لو خبيت هالي هجيبلك ابنك هاض ماشي؟ ما اوعي شرج اللي ما جبته لك بس الشنطة دي فينا حياتي ماتفتحاش خيالها حاضر من عيوني يا دناي وعد والله العظيم ما هفتحها دانت ردتلي روحي وجبتلي خبر ابن عايش انا اصلا اذا تكون متولي خليلي بلك من الشنطة اهل عيوني يا دناي اهل عيوني ما تخافش اتضمن يا حبيبي اتضمن اهل عيوني اهل عيوني اهل عيوني اهل عيوني اهل عيوني كهوتك كسبت الكل تشكر يا شب قولي كسبت الكل الوقت خليه عمال يسأل عليك كل شوية ومنقص ان هو يجيب مكرافون ويجيب منادي وينادي عليك بالحتة كلها وقالي اول ما تيجي اتصل بيه بالتلفون على طول اعمل ايه؟ شش ولا كلمة انا قلت كده برضه اهل عيوني سيد باي باع انك عايزة ضربت جزمة انت فرية بالتند على فكرة بقى الرايس حلث ميت يمين ان ما كنت تدفع اللي عليك لو واقف الشغل معاك انا بقى قلت له يكيد فيك حاجة بابا بات يا بغا انت بقى اللي يا حبيبتي طيب بصي بقول لك ايه؟ سيب البضاعة هنا هوزاها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليك لا انا هشتغل ليه ما انت اسمع الكلام ماما ماش دمائك ده عشفة بقول لك هشتغل سيبيحة ايه سيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك وانا جدعة بميت راجل وهتشتغل حسن من الاول كمان بقى في حياتي بس انت برضه كان لازم تقول للي والله احنا شغالين مع بعض كده وخلاص سد خاني انا صعبان علي ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه؟ ما عليش؟ انا عمري بخبيت عليه اي حاجة الا دي هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيهصك فيها لما كان بيسألني انت نازلة رايحة فين؟ كنت بقول له رايحة النغم او ادور على شغل ما كانش ينفع اقوله اني بشتغل ما كانش هيوافق كان حلول فت ايه رايك بقى ان باباكي اللي هو كان عارف كان هو اللي يشجعك ويقف جمي وانت تعمل حاجة غلطة ايه انا حاسة دلوقتي بالزمن حاسة اني غلطة في حقه اني ما قلتلوش يلا بينا يلا بينا قبل انهيل ما ينزم علينا مكوون ما تغلقى انا شكرا للمشاهدة موسيقى موسيقى اتمنيت ان انا اللي كنت موت مش انت نفسي الزمن يرجع عشان اخليك تحس بقدقي انت كنت احسن مني ع الاقل حبيتني بجد اشتركوا في القناة بتحبيه بتحبيه ازاي وانتي شايله صورة احمد معي انت ادامين ايه اللي لاحستين يطلع برة وحني انطلع برة حول بابا بقولك ايه عبوك ايه عامك مش فضل بالوقتي مش غول بتخلي معامي امك.. اه 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 امك دي ما عملتش حاج عدله في حياته غني انها جابتك مش قوي يعني بطلع بره وبس قلتي، دينا شفاعل ما هو كده لأيه ما عايزني تطري عليه ويحقول لما بتقول أه وتطلعني من فوق رأسها وبعدين احتمال أطريها طب يا قلتي لأي أنا بحبك طب وفيهاي وانا كمان وانت كمان إيه بحب شكرا مرة ماتلا مرة فين انت هاي انت غابل بلشي أقفلي من العرب بتاعتك ما بحبش ترس سب إينا من أفلام الحرب يقلينا في الأجلاب وخش على الأجلاب وحية أمي بس إتترى ما جبت إسرية أمي خلينا بقى فين انت تعال تعالوا اطلع مرة وفي أحلام الحرب ليه؟ حياتي حياتي ماتلا أنت يوجدك لكن لو من جوه خربان على اخر كبير تسال شهادر على فكرة انا نزعلين انها هتفتكر ان انا نزعلين من العلق اللي احنا كدناها نزعلين على حاجات انا خانص نزعلينها محمد ان احنا قصرنا طلعنا ورق اناش ضعر مش صح الكلام ده احنا ولا ورق ولا ملطشا هو بس تكاتر علينا هو ورق جلته عرف ده لو لوحده كنا كلنا بسننا ده كلام جراد عم احمد تكاتر علينا لوحده ورق جلته النتيجة في الاخر اللي احنا تبهدلناها وتكسرنا حيتك لا لبسه طلعا في الحرة قل هنا كان في الحرة قل تصدقتك لك انا بقولك انا احنا هنا من ناشق ايه وزن يعني وانت هنا الوحدين وكن هو مع رجالته وانيعمل مع ايه بس اقولك على حاجة اخر حاجة كنت اتوقعها ان انا وانت نوصل نبقى في السجن ومع بعض يعني رضعين من ام واحدة طلحاتنا مع بعض لكن كما ما في السجن ايه يا اخي كتوب عليها انت يا اللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي فيها ابتسانة وفيها قار فيها زيها وحنا هي يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي يقاسيها الدنيا ريشفها طيرها بير جناحين وبرضو احنا النهارة دا سوا يا خوفي ان شاء الله صاحبين يا خوفي بكرا هنكون فينا عمام اقولك ايه ايه معك فلوسي انت عايز فلوسي وقتليش لها جاد عمل خزنة والدباك هي وانا معك المفتصر يا عمام عارسوش يا عمام عارسوش بدي انحيل بتسجار الشريق انا من الرجل اللي جنبنا اللي نايم دا يعني اوسحها شت طب خلاص شوف بقى اخوك احمد هيعملي ايه شويش عايزين انت عايز اديلك الف جنيه تجنين انت انا سجون انت اقولك هديلك الف جنيه تجنين دول ايه اسمع مكلمة تليفون وهديك تمانها الف جنيه ممنوع تليفون ايه اسمع هي مش هتكمل دقيقة واحدة ماشيه وهديك اللي انت عايزه الف جنيه زي ما اتفقنا ولا من شاف ولا من دري ماشي اصل عليك هلو هامد ولي انا حمد يا ابني مش وقته مش وقته يا ابني اسمع مني هي الاولك عليه تنفذه بالحرف الواحد يتدايق مني على فكرة مش هيتدايق ولا حاجة انت بس لم تحبكاش انا قلتلك هيتدايق بس اهو امت مريا بتي لجبي كان عايزة شوفك اتكلم معاك طب بعدين وبعدين مش وقته اروحي جاءتي وتعليلي وقت تاني مش حينفع امت مرحي وقتك لهم حتك جيب واحك ايه اعمل ايه شافتك فى وعايزك فى موضوعه مهمة اعمل يا اسيبها امت هينجي سعمت ايه نمسك، نمسك، أخذ دوري أنا أصبر طلاف البنية مع الناس الكبيرة هنا كلها أنا أعرفهم، عادتي برقة دي ما كانش عالفاض ماشي، ماشي، طب مني بقى أتعمل إيه ماشي، أصح لقى نفسك أسيبكم مع بعض، ماشي، أسيبوا عليكم قولي لي بقى أنت إنتوا إيه اللغة اللي إنتوا بسجم أسيبكم متولي وكلامه وقولي لي بس أنت جاية عايزة قصدي عاملة إيه يعني عايزة أشوفك أنا مش قادرة أصدق كل اللي بيحصل حوالي إيه اللي إنت وصلت له آخرتها هتبقى رجل تسكن أقول لك يا كاماليا، لو جاي ترغي معاه في الحوار ده يبقى لوح عاصل أنا جاي عشان خايف عليك وأنت أحسن من كده بكتير ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتعمل في نفسي كده؟ أنت اللي بتسألين سؤال ده طب خلي حد غيرك يقولي الكلام ده ما أنت عارفة كل حاجة أنا مش جاي عشان أشوفك كده أنا جاي عايزة أشوفك زي بقى بشوفك في أحلامي تخيل؟ أنا عارفة أنه صعب أن الواحد يعيش لواحد لما بتضيع من بين إيدي كلها أحلامه ولكن مش معنى كده أن أنت بتعمل في نفسك كده وبتأذي نفسك لما توصل نفسك لحد أنا وانت ما تعرفش السبب يبقى بتأذي نفسك وبتنتقم من روحك كمان أحمد أنا وأخوتي ما بقلناش حد بقيتها قفوصات كل واحدة وهي عايزة تخرج كل يوم علشان تشوف دينيتها مش قادرة أسألها بتعمل إيه عارف ليه؟ بأن ما فيش في إيدي حاجة ما أعرفش أعمل حاجة ضعيفة في الوقت اللي كنت محتاجة لحد يبقى واقف في ضغري عشان يخليني أبقى قدم مسؤولية كبيرة اللي أنا فيها ماذا زي ما انتي؟ ما ظهرتيش طول عمرك بتخافي من ألا حاجة طول عمرك بتخافي من الدنيا تلايش يا كاميلي أخواتك هاي مزايل فل اسمعي مني إزايبا وأنا البني أذم الوحيد اللي كان ممكن يبقى واقف جامبي بعيد ورق صغور يا كاميليا كاميليا أنا عمري بكنت بعيد لا بعيد وسب تاني لكن مش وقت وكتلم بس أرجوك يا أحمد بلاش تبعتي أنا حليق محتاجك ماشي ماشي يا كاميليا أنا مش هربط عنك تاني أنا مش هربط عنك تاني عارفة يا بيت؟ أحلى حاجة فيك إيه؟ إيه؟ إنك حقامية أنا فكرت في الموضوع اللي انت كلمتيني فيه موضوع إيه اللي كلمتك فيه؟ تنسيت ولا إيه؟ إننا نشتغل حسابي عم العالم أهو دا الكلام شايل قد إيه بقى؟ معايا ستي خمسة وأنا معايا زيو الله الله جرى إيه جد عينا وأنا بر الله دي ولا إيه؟ إيه خرب بيتنا أكيد إيه بكيه؟ إيه حلوياتي أهو؟ إيه دا إيه دا إيه دا وارني فلوس دي يا أخي بيت وارني الشانت بس لاعي بالروحة بالروحة علي بقى معايا كده؟ ستبه يا أخي كمان يا أخي إيه دا وعايا فإن كنت تتخييليها بيت يا سمر واضح يا حبيبتي على كلامك ده متحد واخد باله منك شوية لا أشاهد باله مني شوية واخد باله مني قوي معجب يعني بصي يعني هو أكيد معجب بس أنا مش فهمية مش متعكدة منه قوي لأنه هو كل يوم والتانية مع واحدة أحلم لعب لها الهب أعمى يا حبيب أعمى أيها بلة أنا يعني ماستهلش أنا زي الأمر رحيبي حبيبتي اللي بيقول غير كده دول شرفوا يا أهلاً انتوا جيتوا؟ كنتوا فين يا أستاذة كاماليا؟ هنبدأ غلصها البعض؟ لا أنا مش بغلص أنا بفتح المحضر بتفتحهونا كل يوم والتاني كنتوا فين؟ تعشيتوا؟ لا ألسه هو ده اللي انتوا فرحين فيه بس ونا راجعت؟ نعم لسه ايه اللي أخرها لغاية دلوقتي؟ ما اتصلتش بحد فيكو؟ ميلي؟ 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 ايه؟ مونا؟ ايه؟ 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 ايه اللي حصل؟ ايه؟ يمونا تكلني؟ ايه؟ ايه اللي حصل يمونا؟ هاريس وينس؟ ايه؟ ايه؟ بصراحة اللي باعتك؟ بحد ما قدرش اقول له لا بص الحكاية مش سهلة زي منتا متخيل يعني؟ وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب يا كبير احنا من ايدك دي ليدك دي بس هو يرضى عننا جربنا يا معلم جربنا ومتقلقش مننا بوعون الله هنرفع راسك ده انا راسي مرفوع بعون الله من غير حاجة انت في الاخر لو نفعت انت اللي هتكسب شوف متولي ده جاي من طرف عزيز غالي راجل جميله مغرقاني عشان كده انا هقولك المفيد الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسائط يعني تدفع تاخد تبيع الفرق حلال عليك طبعا معلم ده كلام سليم وانا موافق عليه يعني انت معاك فلوس بقى اما هلا انا جاي اتكلموا خلاص عايز كان ايلي يبتدي بمئة و خمسين الف كويس معاك لغاية مليون ايها العم يا الحج الى اللون ايه انا بتري متلكroat الى اللون ايه نتو زف اأعجبهم ايه قلت يا معلم معاك لغاية مليون انا حقول للباشي وهو اللي هيحدد وانت ونصيبك بس يكون فعلنا لو قال امين فلوسك تبقى عندي في معادها تظبط حتتبسط تماما معلم وانا قد القول ينفح تديني اسبوع واحد عاشر تيام يوم زيادة بعديهم مجيش وانا عنده قول يا معلم هو اسبوع واحد بس وانا عنده قول انا كمان عاشرة لو جيت بعد اسبوع هعمل لك اوفر ابو مليون هدولك بتسعمية عشان انت صدقت بس استبانا معلم بس انا معلم لما اخزعني كان ليا شرط ايه انا نفسي عبريك كبير اهلا طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكاية الكبير ماشي بالإذن يا شباب عالجوها مع بعدي زي الفل ان شاء الله فل ايه يا عم حمد انا الفل ان شاء الله يا عم حمد تجلي تشرب يا الله بينا تخربها تعالى بس يا احمد هنا فاقتعام اتولي يا عم فاهم مليون جنيه بتتكلم عليه وانا عقين ناكل ازاس ما تقلقش يا احمد لا اش تعرف لو ما جبتش مليون جنيه دول في خلال عشرة يام إلا يأصل تقصى من بالله يصفوق هنا نظافه مين بس عم مرتواني يا مأساك انت كبير هتشوف هتشوف كلامي عديل لو الان ابعد انت كل اخر مرة بقول لك بس انا الان عليك قولك ايه رسيني طب انت عايز تعمليه ولو عرفت انا معك في اي حاجة هتحجب لك خمس تناف جنيه هتديهم لأي محاية يعمل لها السجل لتجاري لأي شركة بس بتاريخ اديم بس شركة دي رازم تكون معروفة ومشهورة فهمت؟ مش فيهم اي حاجة معلش مش موم بتهم بالبقدي ايه عمل لها بقول لك عليه وبعدين هاي برفهمك يا صحي دوه بينا الله بينا ما تولي دوه دينا بداه مقبروك علينا القاردة يا رجالة الله يبارك فيه تغيزة 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 تكلم المعلم قلونا احنا دعزينة غزيني كده بقى احنا ممكن نقفل الشركة ونوقف نشاطها ليه؟ ليه ابو كارم؟ نقفل الشركة ليه؟ ايه يا عم انت بتقوله ده؟ احنا نحقنا نقفل ليه يا عم؟ انا عندي حاجة ايه هو؟ ايه رأيكو انا غير نشاط الشركة بس تقصد ايه يعني؟ هقولك اقصد ايه بس ازعلوش ميننا جماحنا اخواتي يعني اتغد بس انا وانت وبعدين مش عامل حسابك والله معلش اتغد انوا وانت بس وحكيلك على فتباته الله يعرف انت اللي هشعش هعود جيبك كبيرة يا عدولة ايه؟ مش بولك حتة اكلة بقى صباح الفل يا عم سعيد ايه عم جمال ايه حبيبي بزيك عم جمال خبرك ايه؟ تمام لا عشان عايزك فوضوع الله العظيم انت ابن حلال انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك اوه تشرب الاول اخدا اولا ايوا ايه جاي ايه يا استاذ اعا بطاعتي تشوف عم الجمال الشربي احمد ايه انا مش عشان باي حاجة انا الصغرح شوف اخد يا عم جمال صباح انا انا بدخلش فتاعت اه صحيح انا ناسي اغمورنة بعمل اه اقولك يا عم جمالي اه اقولك يا عم جمالي كاميل يا ابنت خالي اتكلمتني فموضوع كده ابنت اعايز اكلمك شيء الله العظيم دلاتة انت فيك الخير بس انا كنت هكلمك بنفس الموضوع بالزبط طيب صح كده عم جمع الملم وصراحة المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني بس انا قلت يا اطول اه وبعدين اكلمك عشان يعني الموضوع ميباش كلامه بس وانا قلت برضو قبل دهوري تعرفني محبش اللي في دهوران وبعدين ما اتخذتش يعني كميليا وحدانية وانا عايش الواحدة وعايش حد يبنسني واخد بحسي في الدنيا يبع انها كده اغلطت لا ما اغلطش والحاجة عم جمال بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في الموضوع زي ده نعم صوى بصراحة انا يلقت قلت يعني الى حسن حد يزبعني ويطلبها خصوصا اي حد من اهل جوزة بس ان الناس ده مش هاي سيبوقف علىها حيفكروا يعني اخدوها لخوزة عشان يعني دي بالحكاها كلها في عبوهم اما لو ما كانش كده حيقرفوا عنها فانا قبت يعني ناسبها الشروح ديها او وضوها بالطالب بحقا يبقى وحد وفرا جمبها كده يعني اقول لي ايه؟ لا عدك العيب عدك العيب عمي جمال بس انا يعني عايزك تأجل كلام في الموضوع ده شوية عشان الامر تمشي زي ما انت عايز بالظبط بجد يا مفلين بجد وعايز كمان اطلوب منك طرف حين؟ يعني ما تقولش الكمال يا خالص ان انا ما هكلمتك في موضوعه زي ده ما تقولش ان انا قلتلك الكلام ده خالص ولا انت فتحتيني في السيرة دي نهائي طبط طبط ولا هاجيب بأي سيرة ده انت تأموني اخيش بربنا انا كنت الان مردد عليك جدا لا وانا امك عم جماية احنا هنطلن ناسبك عم جمال الله يكريمك الله يكريمك عمي عليش ان احتيك على الله عشان اروح شونا يلا سامع عليك سامع عليك بسلام رجل احتيك قد والعق سكع له عشديني اهمتك ان انت اهمتك انت اهمتك ان ازاي دلوقتي كاميريا هو انت هو انت ليل غادر الوقتي مش حاسة انها لسا عايزك انا بحبك طب بنعرفه طب طبطعني تعالي انت لم تغني البنط برا ممكن يخلصوا بيك ماي مين في سبع اللومة من طول انمورت تدخلت هيا زين وانا خدت المفتاح بتاعك من غير ما انت تاخد بالك وجيت هنا من غير ما حدي اقلت باله ان انا دخلت تعالي بقى هذي بقى تقول انا بيك ت البدت هتصحى كده كنع فا بسم الله الرحمن الرحيم أولا سبايب فيه ترجمة نانسي قنقر 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 اني قريب منك وحيزة منعجي انا محصلش اني قلتك حنو الفضي ده محصلش حنو الله حنو الله ان انتي موفيتيش بس اعنى فكرة بقى الكلب والدي كان كبير كبير قوي او كبير ماماااااا enterprise راجعة تماماااا ما!' Kitchen تقترب تقترب انه انتهى اعتقدت كويس ان تجيتي انا لو كنت عادت مع سيدة ساعة تانية كنت قتلتها كاميليا انا عايزاكي في موضوع مهم قوي انا عايزاكي تاخدي الفلوس اللي اهل جوزك قالوا لك عليها عشان انا محتاجة فلوس ضروري جدا ووالله حسد ضدهم لك وكمان عايزاكي تشوفي حل في موضوع الشقة مش معقول حنفضل قاعدين في وشهم واربعة واربعين دي جمال مان جمال مين وعب انا السبب هو في ايه حصل ايه ما حيبقى اي حد بيعرملي لازم يموت تي بيت قولي ايه؟ ويبقى جلم الناس كوريو صح ده ايه الجنان ده؟ حلو المكان شكرا على عزوه انت يا بيت كل ما حكلمت وحدي عايزاكي تبطيلي على ايدي ما تنطقي تقولي اي حاجة من ساعة منزلنا خرستي خالص اقول ايه؟ اللي تقولي هي مش نازلين نفكة عن نفسنا ونتكلم وندرش يا ستي انت اللي متدايق ممكن اعرف بقى متدايقة ليه؟ مالك عارفة بس مخنوق من ايه؟ انا عارفة برضه بس مش عارفة ليه؟ حاسة كما لو ان الدنيا عملا تقفل بوابها في الشي كله عمل حاجة طبوز تقول نهايتي قربت تعد الشر عليك يا كميلي انا فهمة بقى انت عايزة ايه بالظبط انت عايزة تتجوزي ايه؟ غريبة اني فهمت؟ لا مش غريبة بس انا مش عايزة اتجوز عشان اتجواز بكرة كل واحدة فيكو حتروح بيت جوزها وانا حبقى الوحدي زي اردعطة يا ستي ماتخفيش مش هتبقي الوحدي جبت السيقة دي من ايه؟ واثقة واثقة ان الدنيا هتدي كل بني ادم اللي هو عاص يا صلاة النبي كان ياختي كل واحد عايزة كان خد ان شاء الله كل واحد عايزة هياخده يا بنت ازاي؟ مانا قدامك عايزة طول العمر ولا نولت حدا من اللي عايزاه؟ يا كميليا السؤال هنا انت عايزة ايه بالظبط؟ عايزة تتجوزي تاني؟ عايزة تحبي حب جديد؟ عايزة تعيشي اللي انت ما عاشتهوش مع جوزك الاولاني؟ ولا عايزة تتجوزي حبك القديم احمد؟ انا مش فهم ايه الكلام الغريب؟ انا عايزكي تعرفي في الاول وفي الاخر انت عايزة ايه بالظبط؟ والمهم انك تحققين ايو انا عايزة ايه بقى؟ عايزة ايه؟ عايزة حبي طب حلوة قوي عايزة تحبي احمد؟ وعشان احمد يعني حبك القديم وهو اللي قدامك دلوقتي فقلت يعني ان فيه امل انه قد رجعه تاني؟ انت يا بتسهنة قوي على فكرة انا بنزل الفي على قوب رجلي من الصبح لاخر النهار بشوف اشكال كتير قوي من الناس عشان كده تعلمت اكتر منك بكتير حتى لو انت الكبيرة عايزة الحقيقة عايزة الحقيقة اه عايزة الحقيقة طبعا نفسي احب الحب اللي كنت عايزة احبه قبل الجواز واحمد ماله ماله وايه اللي ماله احمد ده كان حب مراهقة وعلى فكرة انا اكتشفت الموضوع ده دلوقتي اهو اي نعم لسه انا بحبه شوية بس بس ايه؟ بحاول اقرب منه بحاول اكون جانبه بحاول ادور عليك حبيته فيه زمان مش لقياه ايه؟ اه انت عايزة تحب يا احمد لما كنت بتحبه وهو عنده 19 سنة وبالوقتي بقى 35 سنة؟ اه اه؟ لا كاميليا انت هابلة قوي اما انا عارفة اه طب بصي بقى يا ستي سيبك موضوع الجواز دلوقتي والحب وخلينا في الاهم احنا لازم نسيب البيت عند سيدة بأي طريقة عشان ممكن تحصل جرائم ايه عندك حق والله ايه مالك في حد زعليك فوق اللي ايه؟ لا ايه لا ايه يا فيش حاجة امم كده ايدي؟ ايه 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 مشاكل ما تروق عصابك خد ما تلويش ايه يا ست صنع ولا ايه؟ لا تمام ايه قلت كني فاكرا ان انا يعني عشان بديكي سجاجة كده فبقى انا يعلمي لعلي استيس اللي انتوقع بلك منهم دول لا حازب انا بس اه بعرف قرار قدامي كويس والله يعني ايه؟ يعني انت يا مالوة طريق كل اخوا تك انت عارفة سُجتك مصبورت وعارفة عازة تبقى فين عازة تبقى فين أوي قوي صحة؟ وبعدين وبعدين يا ستي طريقي للهدف اللي احنا عايزين نوصنه ده مرصع ببعض من رجال الاقتصاد والسياسيين في الجنة يعني ايه؟ يعني واجيه وقلم واجيه واللي يحب واجيه واللي يركب المركب اللي جاي منها واجيه واجيه ده يعني ايه كل حاجة كل حاجة الفلوس مداخل وما خارج الحاجات الدولارات الشيكات ايه مالك يعني انا وانت اقول لك ايه؟ ام والله ما اروا محدة يعرف يا عمي المزينة دي غير المازنة دي ماشي بس اقول للاوال عملت النصبية بتاعتك دي ازاي؟ لا نتفئ للاوال نتفئ يا حمد شوفها ساي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخسى عليك اخسى عليك يا جاحت يناكن للجميع ايه دي امه هفاهمك انا هفاهمك امه وانت خليت فيها امه بقى امه انا ماينفعش اقعد مع ولاد خلي علشانك زي الكابريت والبنزين والجاز والولاعة وانت علشان تيجي وتمشي وتقعد في العز ده ايه ده ولا من التعاشي هاستورت طبعا ولا ولا جازمة بتأكل ايه مجوهرات ها 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 سأيانا في الحرة والقشب وانت قاعد هنا قلبي وربي غطبانين علي خلاص يا أما خلاص وليلي بس انت عايزة ايه وانا عملهوني انا قاعدة هنا انا مش مشة من هنا حلاوة هتعاضي فوق رأسك وهتني هنا وعايزة قمرير عايزة ايه؟ عايزة قمرير اشغالة يعني وانا مستهيلش ولا ايه؟ وانت عرفت منين كلمة قمريرا دي؟ بيقول له كده ماشي هجابلك القمريرا دي ماشي انا عايزك تمدي ايدك وتكلم لك وليه يا ابني الحاجات دي انا معرفها الفكرة يا أما كنت بتخبي مني الكباب انا عمري انا بقى عمري ما خبي مني الاكل بيسا لا كل يا حبيبتي انت خبت مني البلا كلها بيبقى اسمها ميني بيزا ميني بيزا؟ ميني تقلت الاجب دى بعث ايه بعث؟ ميني بيزا لا انا شعرفني ده اكل يهود ولا ايه؟ لا 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 اجيب الكباب ميني بيزة داعش يا معافي داعش بدعكوا عليكم داعش بس أفرانجي أنا عايز اكتب دراحتك في البلد يا كومي اعتبريه مش تعتبريه هو أصلاً بتاعك حبيبتي كل ده بفضل دعواتك بس أنت بس بإدعيلي كده يا كبير الكمية كلها خلصانة ومعادش تي حدايا واحدة ما أصبت كويس بس أنت إيه بقى خيالك شارك فين؟ أنت مالك أنت تعمل لأنا أقولك عليه بس ساميتو فاهم؟ تمام وراحي بقى عطلة أبو كارو أهلاً إزاك يا متوالي إزاك مارو عملاي الحمدلله كويس حمدلله سمعت أنت هتقوز في ريال اه بس هي لسه مرددش عليها بس أقرأي وإن شاء الله إن شاء الله أكيد هتوافل ما تقلقش هتلاقي زيك فين بحثن على ذلك قحشني يا أهلاً يا أهلاً تعالي أبو 250 تعالي قولي بقى نوع لقيل بالظبط عشان أنا لازم أفع ما أنا قلت على كل حاجة لا هو أنت في زيك دو أنت مش سعدت أبداً من فضلك مشي عن نفس الخط بتاعك عشان أنا Зفهم وصدقني والله أنا هنفعك شوف يا أمروح عشان تشتغلي براحتك في البلد دي عشان تشتغلي من غير محد يعملك شوشارة في دماغك ولا يتعبك بأسئلة كتير لازم يبقى عندك شعبية بيه معنى؟ بمعنى أن الناس تحبك تبقي نجمة الناس تتمنى تتقرب منك وده بقى مش هيحصل إيه لما تشغلي ده؟ نشغله بس تكلني عن مكشوف علشان أنا بصراحة حسة أنت بتدفه بالدور علي وحسة كمان أنت بتستغفل ماشي أنا أعجب عليك على بلاطة البلد دي فيها ناس اللي ومن دول عاملين نفسهم خبرة في الاقتصاد وفي السياسة عاملين يطلعوا يقولوا كلام أهبة وكلما يقولوا كلام أهبة الناس تصدقهم أكتر لا أنا كده عايزة أفهم أكتر وجه ده لسه محتفظ بمكانته تقيل وحافظ على نفسه صحيح عندك حامل أما بيطلع في التلفزيون وتكلم الناس كلها بتسمع كلامه هو عارف بيقول إيه كويس قوي وبيبقى كمان عارف رد الفعل قبل ما يتقال وبعدين؟ أنت حاسك حلوة عمار ولين انت اشتغلت في شركة كبيرة شركة غيرتك غيرتلك طريق اليابسك غيرتلك أسلوبك وأنا متأكد إنك بتخططي إنك تسكني في مكان تاني خالص غير الحارة مكان فوق فوق قوي كم اللي اسمه وجيه ده بقى إحنا عايزين نشتغل عليه عايزين ندعمه عايزين نغرقه فلوس عشان يرضى عندنا ونبقى مع بعض سوا سوا نحضر مع بعض كل حاجة مهرجاناته اجتماعاته كده يعني وهو هيرضى؟ هيرضى لأنه لو كان عايز يرفض كان رفض من الأول عشان كده أنا النهاردة كنت عنده كنت عايزة جسم أبدو وعرفت الآخر إيه؟ مروع أنا عرفت ترى الفلوس تيك منين لكن قصلي السلطة تخلي بقى مروع لو أنا معي السلطة والفلوس لو أنت هتستفيد إيه ما عرفتك بأيتم؟ قايتم تعرف متحد طم أنا عرفه لا تفرق تفرق قايتم منافسة لمتحد إنما أنت يعني ما تأخذنيش لسه صغيرة لسه سكرترة المتحد ومتحد ده بقى من أهم رجال الاقتصاد اللي موجودين في البلد ومعرفتو مهمة مهمة قوي نوى على إيه يا أحمد نوى على إيه؟ نوى بقى الملك انت أجهة قالت уст without a Arch� ولماذا يكون أنا كمان لي الملك أحيان تبقى الملك أمروها، عينية وبالنسبة الموضوع قايتт ان انا هزبطه لك بس مش عن طريقي مال عن طريق مين؟ ميرا ميرا عندها اليومين دولم هكلمها وشا أمشملك على الجو هناك عامل زي ماشي وأنا موافق البلاغ موجه من لؤي مديل الشركة عندك وممراته مادام حنان بيتهموك بأن عمال الشركة الأساسية بقت تجارة البشر والدعارة وأنك واخد مهنة الأزياء دي مجرد ساتر مش أكتر وأنك بيتشغل البنات اللي بيشتغلوا عندك دول في أعمال منافية للأداب أنا ممكن أسأل حضرتك سؤالي آه طبعا قرأ الأدلة موجودة ومتزبطة برضو ولا ده مجرد التهم؟ لحد دلوقتي مجرد التهم الأمر كله مفهوش أي دليل؟ بالفعل ومال على أي أساس عادتك تم التعامل معايا ومحاصرة شركتي بالشكل السخيف اللي أنا شفته لها إلا إذا إن كان مقدم البلاغ ده مش رؤية هم؟ يعني اللي مقدمه شخصية تانية خالص والشخصية دي مهمة جدا لدرجة إن بلاغه بيتحرق له اسم بحاله وبكامل قوته ومش كده ولا؟ شوف يا أستاذ أنا مش هقدر أقولك إن ده ما حصلش بس في نفس الوقت مقدرش هتعامل مع البلاغ على إنه بلاغ كاسم من الآخر حضرتك يعني أنا هتحول إنها بابت في الحجز الليلة مش كده وردوا إحنا في الأساس ما فيش بيننا وبينك حاجة بالعكس إحنا كنا عايزينك تبقى معانا عايزينك تحت بطنة بس اللي حصل ده بقى غلطة بمعنى إيه؟ شوف أبو حميد أنا جايلك برسالة والرسالة دي فيها خلاصك ونجاتك إيه؟ إيه؟ إنت هتخرج من هنا بيه؟ باشا وكل حاجة هترجع زي الأول واحسن على فكرة اللي عمل ده كله ودبرله واجيه بإنه بيكره نجاحك وشايل منك رجل وسخ بتاع سياسة ملوش ملة وبعدين؟ الورق اللي وصل لك يجيلنا النهاردة بتخرج إنت بكرة الصبح بالبساطة دي؟ حبيبي مفيش حاجة مستحيلة أنا ميرضلاش إن إنت تبات يوم واحد في السجن وإنت مظلوم على فكرة متحط خطيب هنا بالدخالك دخل الحاجز دلوقتي واحتمال ما يخرجش تاني أبدا ومروكت شجالة معاهم في الشركة طبعا الشركة بقى متهمها تهم صاحبه قوي أنا عايزك تفكر يا حبيبي فكر وقولي وأنا متأكد وعارف إن إنت تقدر توصل لي وتتصل بي عن إذنك بك مش فاهم يعني اللي بعتك تتفاوض معايا قالك أخرك كام إحنا يا بينا جامدين قوي أبا حميد إنت عارف إنت إيه مشكلتك أبو كارما؟ إنك دايماً بتقول نوصل للاتفاق عشان كده الدنيا بتفرض منك إنت مش زاك يا أبو كارما عشان كده أنا اتفاق مش هكون معاك أنا اتفاق يكون مع اللي مش هنخلك مع اللي بيدفع لا مع اللي بيغفق وعده بيكراهك للا بيكراهك ومش عاوز يشوفك أصدقني عزت أ ها عزت لا أنا مش عصدي عزت 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 الرجل التاني أنا عايزة الرجل الكبير خلاص نخرج عزة بازام وقتلك انت ملكش كلام معايا قال لها انت بايع بقى يا أحمد انت اللي بايع وانت اللي غسر عنا على فكرة اللي بعتيناك تتفاوض معايا لما يعرفوا انك فشلت في المهمة دي كمام هيرموك مش هيبالك عزة انت بالنسبة لهم بيت ورع محروح عشان كده بعتيناك انت بتتفاوض معايا انا دلوقتي لو سرقت وعليت صوتي وقلت ان انت جاي عشان تتفاوض معايا والتهمك بكذا هياخدوك وهيستجوبوك وساعتها محدش يزقل فيك يا حبيبي وفاهمني كويسا يبقى خلي بقى عزة بتاعك دا ينفعك للاسف ابو كرمة للاسف ابو كرمة انت وعدك خلص تشويش تعال اخدني عشان عندي اصداع تشويش احمد ازاي لأ انا كويسر حمد لا متخافش علي لأنا بصبعة روحة توحشني جدا اول حاجة فكرت في ان انا شوفك متل وحشتين لوي وحشتيني اوا مروب جد يسوسط نفسي هشوفك بقى هقولك ايه انا ابو كارما جالي اه جالي مقابلة اه هقولك هقولك طب والكلام ده انت هتعرف تثبته ازاي انا سجلته سجلت المقابلة كلها ما بيني وما بينه هبعتارك دلوقتي ماشي سلام ايه انت نوعنا بكاملة تاني ولا ايه تليفون معاكم الصبح كل اللي انت عايزه هيوصل لك زي ما اتفقنا نسابك تيه القوي ما تقلقش بقى اهدى قوله ديت ايه انت رجعت في كلابك ولا ايه نعم شكرا كفاية كده ايه 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 مالك ايه 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 لا نلعب ما هتصدق تكتب وكناوات الفضاية ما هتصدق المادة تلاقيها على علشان تقعد تلت وتقعد فيها واعتقد لماشي حبارك ما بابها طبعا داي واكد انك لازم تطلق صراحه علي الفور ماذا وإلا هتطر أقدم بلاغ للسيد النائب العام شخصياً وهتطر مع الأسف أتهم حضرتك أنك أنت محتجز بدون أي تهمة مثبتة إليه باعتبارها انتقام شخصي منك ليه كفور يا باشا وأخبار مروه إيه؟ تمام ولا يكون عندك فكرة باشا اللي حصل داب الميلي بكرة إبه في بورنان مش خايف؟ إحنا خلاص يا باشا مش هنخاف من حاجة بعد كده إلا قلت بحدش هيستقبلها الغيري وانت خارج عشان تعرف يا أبو حميد إن إحنا مش ممكن نسيب بريء أو مظلوم في السجن على فكرة الوضوة جيه ده ود زبالة وأنا قدمت كل الأوراق اللي تثبت توروتهم في القضية وبعلاقاتي قدرت أعمل كل حاجة عشان أخرجك من السجن يلا روحات حاجاتك عشان نطلع أخرجك من الإسم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله صباحين بارك يا عروسة عمل لكم جوز حمام بقى يستهل بققكم حمام عالصبح كده يا سيدة أما ليه يرموا عدموهم ما تيجي من؟ سبقتك يا حبيبتي بالهانة والشفة يلا يا عروسة كلي فيه عميتي ماني؟ فيه؟ و أنا قلت حاجة خلص إذا أوشك المناورية من نظر وبالله أنت ست زرع أسد أبني، أحمد حبيبي زرعّي أخرجي يا روحاتي أه flashing أبدالله على السلام أبدالله على السلام الحمد لله الله يسلم الله يسلم الحمد لله الله يسلم الحمد لله الحمد لله الله يسلم أكيد أنت أحسن دلوقتي الحمد لله يا يا مار وفين؟ قوموا في داتري تعمًا ساحبك خرج أحمد خرج أه ما نجيه عشان جده مبسوط الوم انت أنا مبسوطة أوي لأنني مش هيبقى فيه أي مانع أني نحدد معادل فرح ولا أنت رجعت في كلامك تعرف أن أحمد وحشني ونفسي أشوفه هو فين هو جوا تستنيك كتير طب أنا هيدخل أشوفه أحمد أول قوضة على اليمين أحمد أول قوضة أحمد الواتة بيوت فيكين مالين إيه فيه؟ هو أنا شوية ولا إيه؟ لأ يا أخد أنت شويتين هعمل لكو جزين حمام يلا شدي حيلك إن شاء الله أيضًا أحمد أحمد أو Burn أحمد بكو جزين حمام ايه؟ انا عارف ان انا كنت مؤثر معك بس اه.. اعدل انت ساعرفه طهير كتير نسدني لها ولتلك انا كمان يا حتى لاتغيرت انا عارف كلنا طهير هسيبك انا بقى اشتوا براحت الحمدالله ع السلامة صعب وحشتيني كنت اموت بسببك على فكرة ايو اعتودي كتيرا لان انا ممكن اموت عشانيك مليون مرة هتتنصب علي ولا ايه؟ انا برضو تنسيت ان انت تاريخك كله عندي انا عندك حقا للاسف مش اقدر انك اعرف انت انت تاريخك كله عندي انا بطلع عمري يعني جامدة وعمري ما كنت اتخيل ان اقلق على حد ولا تفكر في حد اوي كده وخصوصا انت انا اصلا ما كنتش بطيئة اشوف وشك قسم بالله انا امر بس واضح اني اللي كان موجودا ما كانش الحقيقية الحقيقية هو انا وان انت كنت في قلبي وانا مش وغدا بعيدا صديقي بالله امرو والله العظيم انا كمان هو ايه اللي والله العظيم انا كمان انا كمان هو انت في شيء حاجة عندك تقولها اه اعرف امروها ام انا طول عمري قلبي مقفول ولما كان بيجي لحظة لحظة اعز ان فيها ان ممكن قلبي يتفتح لحد كنت انا بقفله بأدية عشان انا كنت متأكد ان اي قصة حبها عيش هتكون اخرتها فشل لا عرفت نفسك عالفادي عندك حقا انا فعلا غبي غبي اوي طب انا عايز اسألك سؤال انت تؤمري حسيت امتى يعني ان انت بتحبيني اول ما حطيت رجلي برا السجن يعني مساح ده بس لا كانت ساعة حولي تقريبا واحدة وموس كده غلط ساعة بجد يا امروها انا اول ما اخرجت من السجن حسيت احساس عمري في حياتي ما حسيته حسيت ان انا حسيت ان انا مفيش حاجة في تماغي غيرك انت بس عشان كده قررت ان انت اول واحدة في الدنيا كلها اشوفها اول ما اخرج من السجن امروها انا انا بحبك اوي وانا عشان عايز اسداك اسداك يا عبد كده ابو كارما انت هتخش معايا في سكة غرط وانا بحبش اللوح طب شوف بقى ابو كارما انا خلاص بايع انا كده كده متهدد ساعة ما احطت ايدي في اتكم وانا متهدد ليش ضماني بعد ما تاخدوا مني اللي انتو عايزين وكله ما افضلش برضو متهدد انا عايز افهمك احمد ولا افهم ولا ما افهمش هو ده اخري اخرك معايا بكرة بالليل وفيت هوفي ما وفيتش ما تسألنيش ماشي ماشي يا احمد يعني انت في معاد معايا مثلا لو تتكلم فيه ولا ايه بقى لك عشرة دايق عملت ضماني في كتافك وعملت لعبني في ايدك وتدعاكها فيه ايه ما تتكلم يا عالي اول عالي انا نجيب سيجورة كده عشان افك وعارف اتكلمك مطر عارف الحاجات دي بد ساهل يا الله شواء بسك عالي ما فيش هوف هوف ما فيش انا عالي فتك هوف ازاي وي يلا قول لي ازان صغيع اتفضل اتكلم ولا انت الان مني علي لا 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 انت ترجعت احمد صحبي واخوية اعلى منك ازاي بقى بس يعني ازاي ما تبقى مش عارف اقولها ازاي اقولها طريقتنا بتاعت زمانة عادلة زمانة فاكر زمانة عدولة فاكرة انا هتجاوز كميلي لا يا رب وقيد جديد يعني وانت عارف انا انا عايز اقولك حاجة قبل ما اتكمل كلامك انا ومروح اطلع انا عشابها بعض قوي انا مستغرب ازاي ما كنتش واخد بالي منها بني وبينك انا مش متخيل حياتي مغيرها انا مش متخيل اصلا ازاي ممكن احب واحدة غيرها بجد احمد انت بتحب المرة وانا بتهرب من كميلي ايه ابني التفكير والعبيت اللي انت بتتعليف ايه دا؟ انا عادل حاجة فترت في المرة وانت لازم اسألك مش انت اخوي اعلي ولا ايه عادل انا عمر ما حبيتك مني ودي حاجة انت عارفها كويس دا انت بنفسك يا احبي انت هلي اكتر من مليون مرة يا حيه كنت كل ما اسمعها منك صراحة كنت بقى مبسوط بس ما ما كنتش مصدق بس طلعت انت فعلا انت صح بس استنى علي ايه دا انا عمان انت ازاي قدرت تتخب الحب دا كله في قلبك يا اخي ما حدش حاس بيك يا اخي دا انت جبار عشان انت غالي عندي ايه واحد انا عندي استعداد ان اقصر اي حاجة اهم حاجة تكون انت مرسوط حتى لو هاجه على حساب نفسك ويحنا صغيرين ويحنا منتشق وانت كنت بتعمل حاجات غلط كتير ورافضها بس كنت بوافع عشان مسبكش الواحدة حتى لما قلتلي على موضوع بعلحة في الصفر كنت رافض كنتش عزفت ما حب البلد انا قوي بس رافض عشان عشان برضو مسبكش الواحدة وحتى مكبرنا واشتغلنا في اللي اشتغلنا فيه كنت رافض وكنتش عايزة مش معاك في الطريق ده بس وارد دي قلت لا بس انت مرضتش ترجع في كلامك وبرضو مرضتش اسيبك لواحدة وانت بايع حياتك وانت بايع نفسك عادل انت حياتك وانت صاحب واخويا اللي عشت معاك بساعت مابويا ومناتو فتحت لي بيتك وانت صيدة وامتاني عسريرة وكلتيني اكلك ولبستيني لبسك بس الاخر اللي بينا محاتش فرضة علي وانا اللي اخترتها وانت باحد الحب ده كله على شامل اكتلك انت اخويا اخر حاجات منك متخايلة ان انا اخسرتك وانتو متخايل انتو بتنين بتحبوا بعض الان لازم اسكت متش يادر اتكون تسدق بالله يا عادل اقسم بالله يا أخي اقسم بالله بتاقعازز بس محبة عندي انا عمر ما شفت صاحب قلد عاملين لها في حياتي اشتركوا في القناة 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 شفوا في القناة الرجل اللي جوا ده اقزاني كتير قوي كان سبب في موت ابويا اقزاني في حاجات كتير رغم كده برضو انا جاي له واخش ازوره طب وانا ايه اللي يغسبني يعني اني عامل حاجة زي دي بصراحة مش عارفة اقولك ايه شوف يا ايتن بتاعي انك عارفة ان احنا عملنا حاجات كتير قوي غلط سواء انا ولا انتي ولا بابا الله يرحم ولا حتى انت والدتك بس احنا بقى ما نطلبش من حد يسامحنا احنا ما عندناش استعداد نسامح الناس اشبك يا ادري اهل 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 اشتركوا في القناة 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 سامحك 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 اشتركوا في القناة سامحك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 مصلي الجواب شركة الشحن؟ اه وعملتي ايه؟ الطابع الجهاز الحمد لله على فكرة بقى انا مش عجبني ادي زعين خالص لا لا لم اقنع عندها حق صراحة التصميم دوحش جدا وبعدين متأكدا ان المودال ده مسروق مسروق؟ اه لا يا فندم على فكرة ما ينفعش انا متنفقة بقى لي اكتر من شهرين على فكرة الشركة مش هتعامل معاك تاني اوكي اقول لكم ايه؟ انا خدت افروفل من اهم محلات في فتارف وهيعرضوا الدزاين بتاعتي برافو يا جماعة انا عندي خبر ديك وحلو قوي ايه؟ انا حامل لا لا يا روحي مبروك 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 يا انتي بوزة يا ابو مبروك يا حبي يا ميكي اسغنم طب يلا عشان سيدة قاعدة تستمينا يا الله يا جماعة انا مبروكا الجلاء روحة مبروكا الجلاء انا مبروكا الجلاء هنا قاعدة تستمينا ويه ي Relج بوزة شكراً شكراً بروكاً عريض عندناك دمع مهم ماذا؟ بنوست بس تمعينك؟ قول ماذا؟ عندنا أهم صفقة السناجين الشركة ماذا؟ ماذا؟ إن شاء الله صفقة الميوهات السيكي ماذا؟ على أساس يعني إن فيه ميوهات شيتوم هات الصيف أنا عايزة البنات السناجين عشاط تطلع لط كده ماذا؟ سهلاً نجلق حامل والله أنا أسمعت؟ وأنا؟ إيه؟ إن دي مش حامل أه؟ يا عم من أي؟ ما قلت ليش لي ده؟ ماشي؟ أنا أنا تبقى حامل إن شاء الله موضوع موضوع وقت موضوع 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 إلي جاب صورت بابا هين موسيقى شكرا شكرا